جيش كان إلى وقت قريب هو من يصنع الرؤساء في الجزائر هكذا يقال دوما في أرواق في الصالونات السياسية في كل شيء هذا إلى وقت سابق الآن في 2019 ماذا تريد حمص من المؤسسة العسكرية ضامن بمعنى تحمي أصوات الجزائريين تحمي أصوات الجزائريين وتحمي توافق الوطن يعني بمعنى لما السياسيون يتوافقون لا يقع أي انتكاس أو أي انقلاب على ما اتفق عليه الجزائريون وأن يكون الجميع ضامن لمصالح المؤسسة التي هو فيها يعني بمعنى من حق المؤسسة العسكرية أن تكون مطمئنة بأن الأمن والأمان والحدود محمية وأن هذا التوافق هذا سيكون لمصلحة الاستقرار تعلبلاد وأنه لا يورط المؤسسة العسكرية في أوضاعها لا تحبها على مستوى الأمن وعلى مستوى الحدود الجزائر وأن يكون لها رأيها كذلك لا يكون لها خياراتها كذلك هذا المواطنين جزائريين ويكون لهم رأيهم ومن خلال النقاش بين مختلف الجزائر نتفق على الصورة التي ترضي الجميع التي تطمئن الجميع التي لا يشعر فيها أي أحد بأنه مهضوم الحقوق نحن كطبقسيس كحركة مجتمع السن نحن مستعدون أن نتنازل على طموحاتنا الحزبية وطموحاتنا الشخصية لعهدة كاملة أن نكون شركة إذا في التوافق نحن جزء من الشركة ماذا تقصدون بعهدة كاملة دكتور؟ ماذا تقصدون؟ ولكن أثناء الانتقال هذا تعالى العهدة الكاملة الهدف الأول هو الاقتصاد الهدف الأول هو ضمان الانتقال الاقتصادي يعني بمعنى أن الحكومة التي ستحكم تستطيع أن تكون لها رؤية اقتصادية وإذا اضطرت أن تتخذ قارات أليمة فإن الجميع سيتضامن مع هذه الحكومة وتعطى آمل للشعب الجزائري بأن الجزائري عنده إمكانيات كبيرة ورح نعيش مع بعض جميعا نعيش مع بعض ظروف صعبة لمدة خمس سنوات مع بعض عهد كاملة مع بعض ولكن الآمل كبير بحكم قدء الجزائري يسموه الجزائري هذه ليست أي بلد بلد عنده إمكانية كبيرة هذه جهت لنقطة مفصالية يعني بمعنى أن نطمئن الجزائريين بأن بعد خمس سنوات سننتقل إلى النهضة الاقتصادية إلى التنمية الاقتصادية ولكن أثناء الخمس سنوات يجب أن تكون هناك إصلاحات سياسية حتى تطمئن الأحزاب التي تضحي بطموحاتها الشخصية وطموحاتها الحزبية يكون عندها أمل بللي بعد انتهاء المرحلة التوافقية سيكون تنافس حقيقي ما فيش تزوير وتكون هناك لجنة وطنية مستقلة لتنظيم الانتخابات تسير هذه الانتخابات بعد المرحلة التوافقية يعني نحن هناك نادي في خلال خمس سنوات تحافظون على المجالس المتخبى الآن تحافظون على المجالس المتخبى نحافظ عليها نعم بمعنى سؤال مهم جدا وجوهري يعني بمعنى لو توافقنا في الانتخابات الانتخابات الرئاسية تأتي الانتخابات التشريعية في وقتها مهما كانت نتيجة الانتخابات يستمر العهد تاعة التوافق الوطن إلى غاية نهاية العهد الرئاسية لما نصل العهد الرئاسية يلتقي الجزائريون وستكون عندنا بطبعة حال مجلس أقرب إلى التعبير الحقيقي عن إرادة الجزائريين تقصدون مجلس سيئسي لا مش مجلس سيئس لا مجلس شعبي ووطني كما هو الآن في أجال الانتخابات انتخابات تشريعية في 2022 انتخابات في نفس المجلس شعب الوطني يعني بنفس البرلمان في نفس الأجال الدستورية نحن لا نتحدث على إلغاء المؤسسات ستبقى في وقتها ولكن نتفق باللي مهما كانت نتيجة الانتخابات في 2022 نستمر في عهد وعهدة توافق الوطن إلى غاية العهد الرئاسية عند العهد الرئاسية يزيدوا يتناقشوا الجزائريين وليتفقوا عليهم مرحبا يعني ولكن يطمئن الجزائريون بأن بعد هذه العهدة سيكون هناك تنافس على أسس ديمقراطية حقيقية يعني بمعنى أنا كأس سياسي نعطيك الدعم والأمان لخمس سنوات من أجل الاقتصاد من أجل التنمية مش من أجل توزيع الكراسي وما هي الضمانات الضمانات التي تطلبون أن المؤسسة العسكرية طرعى هذا الاتفاق المؤسسة العسكرية جزء أساسي في الضمان جزء أساسي في الضمان ولكن قوة الأحزاب اللي موجودة في الساحة كذلك ضمان أنا غدوة أنت تنقلب علي أنا ننقلب عليك أنا ثم ونخليك وحدك في مواجهة توترك شعب الجزائريين يعني بمعنى يعني ناحية جميعا يعني بمعنى الخمس سنوات الأولى هذه من أجل التنمية بهنس الكو من غرق السفينة نعم هذه ورقة طريق عبد الرزق والقريق ولكن الأمل أثناء يعني يدخل ضمن الأقد ضمن اتفاق تعتوفق الوطن يدخل ضمنه إصلاحات سياسية ومن بينها اللجنة الوطنية المستقلة ترضي الانتخابات حتى بعد هذه العجلة التوفقية يعني يفهمي ندخل في تنافس عقل 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 يفهمي